موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موضوعنا عن عمل وكالة رسمية لشراء عقارات في تركيا ايش الخطوات اللي لازم تفعلوها تعالوا نتكلم فيها على شكل نقاط النقطة الاولى النقطة الاولى اللي يجب ان تعرفوها ان الوكالات فقط تستخرج من السفارات او القنصليات التركية الموجودة في بلدكم بعض الاشخاص يتواصلوا معنا دائما انهم ممكن يرسلوا لنا وكالة عن طريق كاتب العدل موجود في دولتكم هذه الطريقة للأسف ما تقدر تسوي فيها اي مباععات لازم تسوي الوكالة عن طريق السفارة او القنصليات التركية الموجودة في بلدكم النقطة الثانية في هذا الفيديو اللي هو الاوراق المطلوبة لعمل الوكالة الطلب الاول يجب ان يكون عندك معلومات كاملة عن الطرف الموكل اليه من صورة الهوية او الرقم الوطني له اثنين يجب ان يكون هناك جواز سفر ساري التاريخ والمفعول لك حتى تسوي الوكالة ثلاثة اربع صور شخصية لازم تكون موجودة الشي الرابع تراجعوا السفارة التركية والقنصليات التركية وتتواصلوا مع المترجم المحلف هناك بحيث يجهزكم صيغة الوكالة النقطة الثالثة الاشياء التي يجب ان تضاف في صيغة الوكالة في الغالب كل المترجمين المحلفين عندهم صيغ وكالات جاهزة لشراء عقارات في تركيا لكن هناك نقاط مهمة يجب ان تتنبو لها اثناء عمل الوكالة النقطة الاولى هي اضافة بند شراء عقار داخل تركيا هذا شي مهم النقطة الثانية من الامور المهمة ايضا اضافة استخراج رقم ضريبي داخل تركيا لكم حتى تتم المعاملات الرسمية كلها عن طريق الرقم الضريبي هذا النقطة الثالثة يمكن اضافة بند الاشتراك في الماء والكهرباء والخدمات والامور الاخرى النقطة الرابعة وهي النقطة المهمة جدا يجب اضافة صيغة استخراج نسخة الكترونية من الوكالة عن طريق الطابو او النوتر الموجود في تركيا بهذه الطريقة بعدما تخلصوا الوكالة وتطبعوها وتوثقوها من السفارة والقنصلية التركية ما يحتاج انكم ترسلو لنا اصل الوكالة من البلد اللي انتم موجودين فيه فقط ترسلو لنا صورة من الوكالة وبموجب كلمة استخراج نسخة الكترونية احنا نراجع اقرب نوتر موجود في تركيا ونستخرج نسخة الكترونية من نفس الوكالة هذه ونبدأ في عملية المبايع طبعا النقطة الاخيرة هي ارسال المبلغ او قيمة الشقة لحساب الشركة او الحساب الشخصي للموكل اليه ومن ثم نبدأ في عملية اجراء نقلة ملكية وهي نقلة طابو باسمكم وبكذا يكون اتممنا عملية الشراء عن طريق الوكالة الطريقة جدا سهلة واهم النقاط فيها انكم تراجعوا السفارة والقنصلية التركية تحددوا الامور اللي ذكرناها وتضيفوها في الوكالة وممكن تضيفو اشياء اخرى وفي النهاية ترسلوا الوكالة وبعد ايداع المبلغ وبكل سهولة ممكن نخلص لكم اجراءات البيع عن طريق الوكالة امل ان هذا الفيديو كان مفيد لكم عندنا نماذج كثيرة من الوكالات ممكن تطلبوها نرسلكم نماذج عن طريق الواتساب عن طريق البرامج اللي استخدموها اي استفسارات او معلومات اخرى ممكن تتواصل معانا دائما لا تنسوا انه دائما تفاصيل الفيديوهات كلها موجودة اسفل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والاشتراك في كافة منصات التواصل الاجتماعي حتى يوصلكم كل جديد من معلومات عقارية وسياحية ومعلومات عن تركيا وغيرها كونوا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة